ولنقاش قضية تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة عن عقادها في الثاني والعشرين من مايو القادم معنا من الضفة الغربية المحتلة تحديدا من رمالة الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي عبر سكاير مرحبا بك معنا أستاذ عمر أهلا بك وستة مساء أنت والمشاهدين جميعا حياكم الله ربما كنت من الذين يتوقعون أن تؤجل الانتخابات وهناك توقع كان وتخوف كبير من أن السيد محمود عباس قد يذهب لتأجيل الانتخابات المهم الآن ما هو موقفكم من التأجيل يعني الحقيقة الكلمة التأجيل ربما تكون ملطفة قليلا لأن ما حدث هو إلغاء للانتخابات عمليا وإن كان تعبير التأجيل هو التعبير المخفف لمسألة الإلغاء الموقف هو أن هذا غير جائز أن يصادر الرئيس أو أي كان أن يصادر هذا الحق الشعبي الوطني هو حق للمواطن الفلسطيني أن يختار ممثليه أن يختار قيادته أن يأتمن هذه القيادة على حقوقه وعلى قيادة نضاله وعلى استراتيجيات عمله وبالتالي أنا أعتقد أن ما جرى هو عمليا ليس فقط خيبة أمل ولكنه طعم لإرادة الشعب الشعب كله الشعب فلسطيني برمته ينتظر هذه الانتخابات وأكدت ذلك نسبة تسجيل الانتخابات التي وصلت إلى حوالي 93% تؤكد أن الشعب تواق لإجراء هذه الانتخابات لأنه يريد أن يغير قيادته التسويق الذي ذكره سيد محمود عباس أمس في كلمته هو أنهم لا يريدون الذهاب لانتخابات بدون القدس وهذا قد يبدو وطنيا خالصا وموقفا يشكر عليه ولا يولام هل تعتقد بأن هذا هو السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات أو إلغائها كما تفضلت؟ أنا أعتقد هذه الذريعة لأن من وقع اتفاق أوسلو قبل أقل من 30 عاما بقليل هو الأخ الرئيس محمود عباس وفي حينها قلنا لهم إن القدس إن لم تكن في بداية المفاوضات فلن تكن في نهايتها وبالتالي هم قبلوا أن تؤجل القدس في حينه وبالتالي اليوم يحصدون عمليا ما جنته أيديهم قبل كما قلت أقل من 30 عاما القدس أثبت أهل القدس خلال السنوات الماضية وخلال الأسابيع الماضية أنهم قادرون على أن يتصدوا الاحتلال أنهم قادرون على أن يتحدوا الاحتلال لماذا نحصر القدس في الآلاء الستة آلاف صوت التي يجري التصويت خلالها عبر صناديق البريد التي يشرف عليها موظفون إسرائيليون هذا ما طرحه الرئيس عباس وفي رأيي أن هذا لا يستجيب لإرادة الشعب القدس معركة الانتخابات في القدس معركة لأننا نتحدث عن على الأقل حوالي 150 ألف صوت لا عن ستة آلاف صوت كان ينبغي أن تتفق القوة التي اجتمعت في القاهرة والتي اجتمعت في بيروت ما هي الخطة لمواجهة إجراءات الاحتلال على صعيد القدس وطرح الكثير من السيناريوهات على هذا الصعيد نعم كان الموقف أو الإعلان عن الإلغاء كان صادما في الحقيقة للشرع الفلسطيني وتابعنا أن هناك كثير من الحركات الوطنية والجبهات خرجت رفضا لهذا الإعلان المستغرب والمستهجن سواء حماس أو غيرها من الحركات والجبهات الشعبية والمستقلون الكل تفاجأ بهذا القرار ما هو أثر ووقع هذا القرار بالإلغاء أو التأجيل أو سمها ما شئت على الشراكة الفلسطينية والوحدة الفلسطينية وخاصة أن حركة حماس مثلا كانت تطرح أن يتم التوصل إلى اتفاق ووحدة حقيقية على الأرض بعد ذلك نذهب إلى الانتخابات ولكن حركة فتح كانت تقول لتكون الانتخابات مدخلنا لحل المشكلة الفلسطينية والمأزق الذي نعيشه وللأسف الشديد الآن لا يوجد انتخابات أيضا عزيزي عن الانتخابات وأن يمارس الشعب حقه الديمقراطي وأن يمارس أحد أشكال تقيير مصيره عبر الانتخابات ليست مرتهنة ولا مرتبطة لا بإرادة هذا الفصيل أو ذاك ولا برغبة هذا الفصيل أو ذاك أو رغبة هذا القائد أو ذاك هذا حق للمواطن الفلسطيني أن يختار ممثله وبالتالي رأي الشارع الفلسطيني أن هذا عمليا يشكل انقلابا على إرادته في أن يمارس مثل هذا الحق يعني بعد أن تصدر المراسيم بإجراء الانتخابات تصبح الكرة في يد لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الانتخابات المركزية هي التي تدير كل العملية الانتخابية والانتخابات في الكيانات وفي الدول وعند الشعوب مسألة لا يجوز المساس بها يحدد في الولايات المتحدة الثلاثاء الأول من شهر تشرين ثاني موعدا لإجراء الانتخابات كل أربع سنوات لا يحق لا لترامب ولا اليوم لبايدن ولا لغيره أن يقول نجري أو لا نجري الانتخابات ونحن مضى خمسة عشر عاما ينبغي أن تجري الانتخابات وقد تمضي عشرة أخرى شكرا لك الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحدد السياسي الفلسطيني كنت معنا من نرم الله شكرا جزيلا لك